الرجل الحديدي صاحب الضربة التي لا ترد كما يحب جماهيره أن يسموه أو الملاكم الأمريكي العالمي مايكل تايسون تحول من عالم الجرائم والسجن إلى الإسلام بعد أن وجد فيه الطمأنينة على حد وصفه كاشفا عن سر اعتناقه الدين الإسلامي ومعترفا أن أحدا لم يؤثر فيه بخصوص دخوله الإسلام تايسون الذي قال إنه يعرف الإسلام منذ وقت طويل بحكم أن معظم أصدقائه من المسلمين أكد أن الإسلام أعطاه فهما للسلام إضافة إلى إعطائه حرية الاختيار بين الجانب المظلم والمشرق وبالعودة إلى الوراء قليلا وفي تتبع لسيرة حياة تايسون فقد ولد عام 1966 وحصل على لقب بطل العالم للوزن الثقيل للمحترفين وكان عمره 20 عاما فقط بعد أن نشأ في أسرة فقيرة وعندما بلغ تايسون السنة الثالثة عشرة من عمره كان قد تم القبض عليه 38 مرة وبعد اتهامه بالسطو المسلح تم إرساله في نهاية المطاف إلى مدرسة تيريون للبنين حيث تم تقديمه إلى مدرب الملاكمة الأسطوري كاس داماتو الذي احتضنه وحوله إلى مقاتل رائع وصف مايك تايسون في أواخر الثمانينات بالرجل الأسوأ على الكوكب بسبب سلوكه التهديدي وقوته المدمرة والتي مكنته من بث الذعر في قلوب خصومه التعساء وجعلتهم يتساقطون في ضربة واحدة خلال ثوان معدودة كان تايسون مسجلا في كتب الأرقام القياسية قبل منتصف العشرينات من عمره بوصفه أصغر أبطال العالم في الملاكمة للوزن الثقيل ويملك ثروة تقدر بخمسين مليون دولار ويضم سجله ثمانية وخمسين مباراة خسر منها ستة مباريات وربح أربعا وأربعين بالضربة القاضية صنفته مجلة ذارينغز ماجازين عام 2003 في المرتبة السادسة عشرة من بين أعظم مئة ملاكم على مر العصور وبالرغم من ذلك لم تدم تلك الصورة لفترة طويلة حيث بدأت حياته المهنية والشخصية بالانهيار بعد وفاة معلمه كاس داماتو فقد أدت المشاجرات في الشوارع وتعاطي المخدرات والزواج غير الناجح والخسارة في الحلبة أمام ملاكم في الدرجة الثانية عام 1990 إلى إعلان الانهيار السريع للرجل الحديدي وأثناء ظهوره الأول على حلبة الملاكمة بعد خروجه من السجن رفع أتباعه الأعلام البيضاء وكبروا تكبيرات الإسلام قرر تايسون زيارة المملكة العربية السعودية وعندما وقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أجهش بالبكاء ويقول عن ذلك لم أستطع مقاومة دموعي مشيرا إلى أن السجن قضى على غروره ومنحه الفرصة للتعرف على الإسلام ترجمة نانسي قنقر